مواصلة للحملة التوعوية التي تقوم بها رئيسة بئثة المكتب السياسي الوطني ورئيسة نساء الهرق الوطنية للإنقاذ مريم جيمي إبيت هول أغزي بتاخة الناقب وفور وصولها إلى الدائرة السابعة تم استخبالها من قبل أمدة الدائرة السابعة والأمين التنفيذي لهزب الهرق الوطنية للإنقاذ لبلدية الدائرة السابعة إبراهيم فل وأن البيئثة التي تقودها رئيسة النساء هزب الهرق الوطنية للإنقاذ تهدف إلى توصيل الرسالة الرامية إلى توئية مناضلي ومناضلات الدائرة السابعة بأهمية التسجيل في السجل القوائم الانتقابية والاستئداد للتصويت في الاستفتاء الدستوري المخبل وفي نفس النهجة شجأت رئيسة البيئثة النساء على الخروج بكثافة للتسجيل في المراكز الأغرب إليهم وذلك من أجل جعل بلدية الدائرة السابعة في المرتبة الأولى من حيث التسجيل للتسجيل فإن التسجيل في السجل القوائم الانتقابية هو الذي يسمح للمواطن الشادي الهصول على بطاقة الناخب وممارسة حقه الدستوري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة